مرحبا بك في نشرة أخبار الثالثة وفي ختام المشاركة وفد الشعب البرلمانية في هذا المؤتمر وبعد النقاشات المستفيدة حول دور البرلمانيين في الحوار بين الأديان ما هي أبرز مخرجات هذا المؤتمر؟ بسم الله الرحمن الرحيم شكرا على الاستضافة قدم هذا المؤتمر منصة دولية تجمع البرلمانيين والقادة الدينيون لبناء الجسور وتقريب المسافات وتعزيز التعايش السلمي والحوار وقد جمع هذا المؤتمر تحت قبته مختلف الأديان والمعتقدات فرأينا تجسيد حقيقي للتعايش من خلال وجود القسيس المسيحي بجانب الشيخ المسلم والحاقام اليهودي وبينهم احترام متبادل وتسامح ملموس وخلال مشاركتنا تم تسليط الضوء على دعم المملكة المستمر لتعزيز التفاهم والتعاون بين مختلف الأديان والثقافات وحرص سيدي صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة المعظم في خلق مجتمع شامل ومتسامح مما جعل مملكة البحرين رائدة في هذا المجال وقدمت العديد من المبادرات والإنجازات المتعلقة به ومركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي الذي لعب دورا مهما في تعزيز التعايش والتفاهم بين الثقافات المختلفة هو أهم مثال على ذلك كما أصبحت البحرين نموذجاً للتناغم والشمول وتنشر رسالة السلام والتفاهم في جميع أنحاء العالم كما تعكس مشاركة البحرين في هذا الحدث التفاهم والتسامح داخل حدودها وخارجها شكراً جزيلاً لك من مراكش سعادة أناب حسن إبراهيم حسن عضو مجلس النواب